اشتركوا في القناة الموضوع كابس شربت قهوة شربت شاي بس عايزة نام حرفيا والمفروض ان انا اسجل الفيديو ده حالا يعني كالمفروض اسجل اتنين بس يعني مفيش حاجة بتمشي دايما طبع الخطة وشي بشي اوذكر ان يعني خلينا اديكم لمحة على سكريبت بتاع بيبقى شكل وعمل ازاي ده شكل السكريبت بتاعي طلاصم عبارة عن طلاصم اعمال وسحر يعني هو الحقيقة مش دايما بيبقى شكل عامل كده بس المرة دي بالذات انا مزنوق جدا علشان بكرة في حدث مهمة اوي 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 ان شاء الله يعني نوثقه بشكل كويس انا رايح دلوقتي على الستوديو بتاع الجرين سكرين طبعا في ايكو عشان لسه الحيطة دي ما تفرشتش اه فهذا هو الستوديو خلينا ده السكريبت يعني جرين سكرين هير لايت كاميرا مايكروفون لايتس و لايتس ورا لإضاءة الجرين سكرين يعني اول ما جبت الكاميرا دي الحقيقة كنت تبعاني مع الالوان يعني اطررت ان انا اتعلم برامج ما كنتش عارف عن اي حاجة وكمان تزبيط الفوكس يعني انا انا دلوقتي بزبط الفوكس مانيوالي بايدي بروح ازبط كده وارجع كنت بعاني حرفيا بس مع الوقت تعودت ومقابل الجودة بتاع الكاميرا بقيت يعني معانيش اي مشكلة خالص ان انا اعود ازبط الفوكس يعني تعودت عن موضوع فخلينا نبدأ على خير ممكن نتكلم سريعا في الفيديو ده عن الورك فلو بتاع الفيديوهات بتاع الجرين سكرين اللي بنزلها على دروس اونلاين يعني احنا عملنا سيت اوب للكاميرا والمونتور علشان انا بقى شايف وكده كده الاضاءة دي ما بتتغيرش يمكن اللي بيتبدل معانا هو الهير لايت والهير لايت فايدته ان هو بيعزلك شوية عن الجرين سكرين فلما بتيجي تعمل عزل الموضوع بيبقى لطيف جدا وبيدي اي اي احاق كده ان يعني هذا عمل احترافي لسه بحاول اقلع عن استخدام الانجليزي بس يعني اعتقد لو قلنا الترجمة بالعربي والانجليزي ممكن الناس تعدها لنا يعني وفي ناس كتيرة من الفيديو اللي فات طلبوا مننا جدا ان احنا نستمر في اننا نقول المصطلح بالانجليزي ومعناه بالعربي علشان نزود الحصيلة اللغوية عند ناس كتير فيعني اعذرونا لو لسه بنسقط اول مرة تحصلي يعني اول مرة اسجل فلوج وانا بسجل اقع سبحان الله يعني ياها الشر غريب اوه يالله و دلوقتي انا حاسس ان فيه حد قاعد معي في الاوضة وانا غالبا ما بسجلش بحد قاعد معي في الاوضة فاحاول اتغافل ان فيه كاميرا تانية بتسجل واركز في الكاميرا دي بعد ما بنخلص التصوير بتيجي لحظة الحقيقة اللحظة اللي بتختبر فيها وتقوله يا رب الصوت يكون مصبوط وما يكونش وشش أو يكون شغال أصلا وما يكونش فصل يعني خلينا نشوف الحمد لله صوت شغال كويس الخطوة اللي بعد كده في الورك فلو بتاع الجرين سكرين ان انا باخد الفوتج دي واحطها على دافينشي ولونها واكسبورتت علشان قادر امنتجها ببريمير طبعا يعني الفوتج بتبقى على الاس اس دي ده طبعا ده برنامج دافينشي ريزولف ضروري جدا علشان الفيديو اللي انا صورته ده هو في الرو يعني الخامة بتاعته رو علشان اقدر امنتجه ببريمير وطبعا ده بيقدر امنتجه بس انا متعود على بريمير وكده كده هدخله على افتر افكتس فضروري جدا ان انا ادخله في دافينشي علشان الوينه واعمل له اكسبورت بحيث ان هو يخش في بريمير امنتجه ونروح لأفتر افكتس فتعالا نفتح الملف هنا هو ده ايوا اد طيب وانا دلوقتي بعمل اكسبورت الملف الفيديو من دافينشي لصورة علشان اقدر امنتجها وانا بعمل له اكسبورت مرتين علشان اقدر اشتغل عليها في المونتاج وبعد ما بخلص خالص بستبدلها بالنسخة اللي بيبقى حجمها كبير جدا وبالمناسبة حجم الفيديو اللي طالع من الكاميرا عبارة عن 86 جيجا وده حجم معقول جدا اه حجم معقول بالنسبة للرو يعني الناس اللي شغالين في الفيديو انا بعمل حاجة شبه البروكسي كده بس ايه حاجة ماني والي ويه الفيديو اللي هو عبارة عن 20 ديئة اخد 44 ديئة في الرندرينج وده يعني الى حد ما معدل معقول يعني ده 4K Raw الخطوة اللي بعد كده هي ان انا بمنتج الفيديو ده على برنامج بريمير يعني طبعا بما اني دلوقتي بسجل الصوت ديريكلي للكاميرا فهضطر ان انا الصوت ده ااخده على برنامج وازبط الليفلز بتاعته وازبط اعمل له نورماليزيشن وشوية تحبشتكينات كده اوصل السماعات علشان يعني يبقى فيه جودة صوت كويسة او نقدر فعلا نمنتج الصوت بشكل كويس او نزبط الصوت يعني من الحاجات اللطيفة جدا دلوقتي في في الادوبي ايكو سيستم ان انت تقدر من خلال وانت في بريمير تقدر الصوت في اوديشن ويسمى معاك في بريمير ودلوقتي بعد ما نمنتج في بريمير هنفتحه في افتر افكت ونكمل عليه فحلو ان انت بتقدر تباصي ما بين البرامج وبعضها بيخلي الورك فلو او عملية شغلك ثالثة كده واسهل بكتير ودلوقتي بعد ما خلصنا اليديتنج ببرنامج ادوي بريمير جيت الخطوة اللي بعد كده وهي افتر افكتس اوكي في برنامج افتر افكتس بنعمل كذا خطوة صراحة اول خطوة هو ان انا بعمل ماسك حوالين الحيطة اللي انا مش هستخدمها من الجرين سكرين بالطريقة ديات بحيث ان احنا نقل الوقت الرندر في البرنامج اكيد في بعض المصطلحات الممكن تكون غريبة شوية على بعض المستمعين بس يعني ايه الرندر هو ان بيعمل توليفة كده لكل الحاجات اللي انت عملتها ويديلك في النهاية فيديو تقدر ترفعه على يوتيوب فدي اول خطوة تاني خطوة بعملها هي ان انا بشيلي الجرين سكرين ويهي بصراحة برنامج افتر افكتس من افضل البرامج في عميل الحيطة ديات طبعا بعد ما بشيلي الجرين سكرين المفروض ان الباجراوند بتبقى سودة كده فبضيف عليها باكجراوند برضو بتبقى في البداية بيضة بضيف عليها جريدياند كده بحيس انها يديها تدريج يعني ممكن تكون واضح عندك يعني دي البيجراوند البيضة دي البيجراوند الجريدياند وبعدين بقى بنضيف عليها كل الحبشتكينات ديت الفوتج والتكست وكمان المقدمة وبعدين مثلا الانترو بنضيف عليها الكول اوت او بحيس ان الاسم يصار يعني بنحاول نختار كام شكل طبعا انا عندي باكجي هنا شريحة بتسهل عليها كتير جدا من الحاجات ديت ولكن يعني الشوية اللي هما دول يعني الشوية الصغيرين دول هما عبارة عن تلاتين ثانية مثلا اللي هما التلاتين ثانية دول فيهم كل الشغل ده وده بصراحة يعني حاجات بسيطة او سريعة يعني شاف كم طبقة بس الشغل على افتر الفيكس يعني الحقيقة بيبقى مرهق ومتعب بس انا بحب يستغل عليه يديني فليكسي بيلوتي كبيرة جدا وانا اتعلمت اصلا افتر افاكت قبل ما اتعلم بريمير فده يمكن اللي مخليني بحب استخدم افتر افاكت لانه بيديلي يعني مرونة في اننا عايز اوصل اي افاكت artistic او عايز اعمل اي حاجة يعني انا بحب افكر انه يعني ده فن انه تستخدم افتر افاكت في الحاجات ديت بيبقى فيه نوع من الفن كده فأنا بحب المنتج النهائي اللي صار من After Effects فخليني يشتغل وربنا يعنى على الفيديو ده فأنا بحب المنتج النهائي واخر خطوة وهي ان احنا نعمل export او نعمل rendering للفيديو بحيس ان احنا نفنش الموضوع حقيقي ده اكتر خطوة بتاخد وقت في الفيديو كله لان برنامج After Effects يعني بيبقى فيه طبقات كتير بتتاج انك تضيف text وتضيف videos وتضيف sound effects وتضيف shape layers وحاجات كتيرة جدا وكل طبقة من الطبقات دير بيبقى لها بداية ونهاية وبيبقى فيها keyframes كمان بحيس انك لو عايز تحركها وتعمل لها motion graphics فالموضوع يعني بياخد وقت وكمان البرنامج بيبقى تقيل جدا على الكمبيوتر فبيستهلك كل الموارد وفي نفس الوقت ما بيبقاش سريع بالقدر الكافي بيبقاش في real time او ان انت تشغله كده فيمشي لا بتحتاج انك تعمله ram preview الاول وبعدين تشغله فيشتغل فيعني الدقيقة اللي انت بتشوفها دقيقة دي ممكن تكون خادط اكتر من ثلاث ساعات في الموضوع ده يعني عدد الليرز مثلا اللي انا عملتها في الفيديو ده اللي هو فيديو مش intensive قوي او مش تقيل يعني كان حوالي 180-190 لير فده مش مش اكبر فيديو مثلا احنا اشتغلنا عليه المهم احنا عايزين نقوله في حاجات كتيرة بتبقى خلف الكواليس ورفقا باي صانع محتوى بيقدم حاجة وبيتعب عليها لان كلامك بيأثر فيه جدا يعني الرجل بعد ما بيكون مرهق وتعبان وبتاعم يستني بقى ايه اي حاجة حد كده طب طابله على كده جود جوب او كويس برافو استمر لكن للأسف بيبقى في ناس بتكسر فيما قديفه وممكن تشتمه وتنقضه بشدة مش ده وقت النقضة خالص يعني انا يمكن الكلام ده معاش بيفرق معي او الحمد 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 لله بس بالنسبة للناس اللي لسه بدأة فيعني رفقا باي صانع محتوى لان صناعة المحتوى بقت حاجة ندرة دلوقت فكرة انك تلاقي حد بيحاول وبيقاوح ما تدسش على رقابته وتخليه بطل لا زقه شجعه لو هتنقض فتنقض باسلوب كويس ده كان فيلوج يعني سريع كده وتخطيف في المراحل اللي بيمر فيها الفيديو لحد ما يوصل انك تتفرج عليه على قناة دروس او مين على يوتيوب دي طبعا الفيديوهات الخاصة بالجين سكين لكن التوكينج هيت او الفيديوهات اللي انا ببقى قاعد قدام الكاميرا كده وبتكلم دي بيبقى لها بروسيس تاني خالص بتبقى اسرع شوية في المونتاج والفاكتس والفوتج والكلام ده كله لكن يظل البروسيس في حد ذاتها بتمر بمراحل كتيرة فنتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم او ادكم لمحة كده عن الموضوع وبنعتثر لو انت سامع الصوت الاغاني والدي جي علشان في فرح جنبينه هنا سلام